ازدادت اعناد المعاقين في العراق بعد العام 2003 بشكل كبير جراء العمليات العسكرية ومخلفات الحروب من الالغام والقنابل والانتهاكات الجسدية المستمرة داخل السجون فضلا عن الولادات المشوهة نتيجة استخدام الاسلحة المحرمة دوليا خلال احتلال العراق وسط مطالبات بشأن تقديم الخدمات لهذه الشريحة رئيس تجمع المعاقين في العراق موفق الخفاجي قال ان هناك اكثر من خمسة ملايين معاق في العراق مشيرا الى ان الخدمات المقدمة من قبل الحكومة والجهات المعنية لا تراعي خصوصية المعاقين ولا تقدم لهم فرص الاندماج الاجتماعي وفرص العمل وان هناك تهميشا واضحا لهذه الشريحة بينما اشارت منظمة الصليب الاحمر الدولية الى ان العراق يعد من بين البلدان التي تحتوي على اعداد كبيرة من ذوي الاعاقة تقدر بنحو خمسة عشر بالمئة من الشعب اي ما يعادل ستة ملايين مواطن فيما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها ان العراق يضم اكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم وان غالبية المعاقين ليس لديهم دخل يذكر فيما قدرت الامم المتحدة عدد الالغام والذخائر الحربية غير المنفجرة في العراق بنحو خمسين مليونا اي ما يفوق عدد سكان العراق فيما قال ممثل العراق بالاتفاقية الدولية لازالة الالغام احمد عبد الرزاق ان العراق لا يملك اطارا زمنيا محددا للتخلص من الالغام والمخلفات الحربية في البلاد وسط الاهمال الحكومي لشريحة المعاقين في العراق ثم تعقبات تقف امامهم لعل اهمها ملف دمجهم في المجتمع وتوفير احتياجاتهم الاساسية من الاطراف الاصطناعية والادوية ومراكز التأهيل وشمولهم برواتب مجزية تتناسب مع حالتهم الصحية فضلا عن تقديم الخدمات اللازمة لهم في جميع مرافق الحياة